السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام حلقة اليوم من ساعة حدثي امتداد لحلقة يوم أمس وتحدثنا عن زيارة الحكيم إلى أربيل في زيارة موسعة إلى أقليم كردستان مع وفد من التحالف الوطني تحول السيد عمار الحكيم زعيم التحالف الوطني من أربيل إلى كردستان اليوم وكانت هناك جولة من المفاوضات وطرح الأطاريح الثلاث التي ناقشها يوم أمس المتعلقة بالتسوية عراق ما بعد داعش ووساطة لحل الخلاف الداخلي في البيت الكردي ما بين السليمانية وأربيل لاعتقاد السيد الحكيم بأنه استقرار أقليم كردستان بمعنى استقرار العراق ولكن قبل أن نعرج على موضوعة هذا اليوم وبحضور هذه الصورة التي تتضمن قيادات الكتل السياسية في أقليم كردستان واجتماعهم في السليمانية ودعونا أيضا بهذا المضمار نستعرض كل المسؤولين ابتداء من رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الوزراء إلى الوزارات الأمنية إلى مجلس النواب إلى ممثلي الأحزاب إلى كل من هو على كرسي المسؤولية بغض النظر أين يجلس ولكن هو على كرسي المسؤولية هو يتحمل العثور على مائة وخمسين جثة متفسخة من أهالي محافظة بابل وجنوب بغداد كل هؤلاء يتحملون مسؤولية هذا الدم العراقي المراق في حوض للمياه وفي مجاري الصرف الصحي مئة وخمسين جثة مئة وخمسين جثة للمواطنين أتحد أي مسؤول في كل دول العالم جالس على كرسي المسؤولية يستقيل حين يسمع مثل هذا الخبر أو أتحدى أن لا يستقيل إذا سمع بمثل هذا الخبر هو يستقيل من باب أنه يعني حفظ ماء الوجه مي الوجه ينحفظ ويخلي الإنسان نفسه من المسؤولية وربما يعرض نفسه للتحقيق والقضاء حينما يستقيل من منصبه إلا في الحالة العراقية عثرنا اليوم على مئة وخمسين جثة طبعاً اللي عثر عليها طفلة كانت تلعب وقرب الصرف الصحي عثرت على مئة وخمسين جثة متفسخة ما رح تسمع أحد يستقيل لا من نواب بغداد لا من نواب بابل لا وزير داخلية لا وزير دفاع أي مسؤول ما ممكن يستقيل بالأزمة العراقية لأنه هذه الحالة ما موجودة أخلاقيات التعامل مع الأزمات وأخلاء المسؤولية ما موجودة بالحالة العراقية نعود إلى موضوعة حلقة هذا اليوم مشاهدين الكرام فيما يتعلق بالحوارات داخل إقليم كردستان اليوم السيد الحكيم في السليمانية وهذه الزيارة ذكرنا أن فيها ثلاث مستويات مستوى مناقشة عراق ما بعد داعش ومستوى التسوية وهو المستوى الأهم وكذلك مستوى طبيعة الخلاف في داخل إقليم كردستان طبعا بالأمس كنا مع ضيف قيم هذه الزيارة من ناحية تسويق التسوية ومن ناحية حل الخلافات على أنها زيارة فاشلة لم تقنع القيادات الكردية بأن التسوية هي الحل أو أن أطروحات التسوية هي المناسبة لهذه اللحظة شي يقولون الأخوة في أقليم كردستان بأنه أولا إحنا عندنا مشكلة مع التسوية أنها يعني عبارة عن أطر عامة وهناك دستور بالإمكان أن نعطف على هذا الدستور لأجل أن نطبق جملة من الاتفاقات والتشريعات التي تجعلنا ما نحتاج إلى تسوية ويعتقدون أيضا كخيار أخير بأن كل ما يحصل في العراق وعلى أساسه تطرح التسوية هي نتاج عدم تفاهم ما بين أربيل وبغداد خلونا نعيد العلاقة ما بين أربيل وبغداد حتى نتفاهم هذه كلها مصارات إحنا راحين للانفصال هذه ربما طبعا خلاصة وحدة من أبواب الحلم مثل ما سمعنا البارحة من ضيفنا الدكتور ابن الحكيم هي موضوع الكونفدرالية وععادة رسم آلية الحكم والعلاقة ما بين أربيل وبغداد ولكن هنا هناك مسألة ينبغي أن نتوقف عندها وتحتاج إلى نقاش فعلا إحنا عدنا دستور وعدنا اتفاقات سياسية هي جزء من هذا الدستور وعدنا مجموعة من التشريعات المعلقة والتشريعات التي أخذت الشرعية وتحتاج إلى تطبيق هذا الكلام صحيح إذا كانت هناك رؤية سياسية وسياقات تشريعية دستورية تجعلنا نستغني عن موضوع التسوية هذا شيء ممتاز جدا ولكن هذا الدستور مقر من عام 2005 من 2005 وحتى هذه اللحظة نحن في دوامة أزمات متواصلة لم يكن الدستور جزء من حل هذه الأزمات وإنما كان جزء من تعقيد هذه الأزمات بينما الدستور هو شنو تعريف الدستور؟ الدستور هو عبارة عن العقد الاجتماعي تعريفه في وصول العلوم السياسية والنظم والحكومات الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة ما بين السلطة والشعب؟ هذا العقد الاجتماعي موجود بالحالة العراقية؟ يعني هل الدستور هو ضابط للعلاقة ما بين السلطة والشعب؟ ما أحد يقول إيه؟ ما أعتقد أحد يقول نعم الدستور هو ضابط هذه العلاقة وبالتالي دستورنا ليش نتجاوزه؟ هو مؤهل أن يدير هذه العلاقة؟ بالتأكيد لا الدستور كان جزء من تعقيد الأزمات ولن يكون جزءا من الحل صح بأن المشكلة في تطبيق الدستور وربما لا تكمن في الدستور ولكن أيضا هناك مشاكل في الدستور في طبيعة النهايات السائبة وفي طبيعة أن هناك تشريعات استراتيجية لن تشرع هذه حتى هذه اللحظة وهناك اتفاقات سياسية منصوص عليها في الدستور لم تطبق وبالتالي الدستور هو جزء من المشكلة وليس جزء من الحل ومن يتحدث بهذا المنطق أيضا نقول له وارد جدا بأن الدستور هو فعلا موجود ونحتاج إلى أن تبقى لكن كم من التوافقات السياسية التي نحتاجها حتى نشرع القرارات المهمة كم من التوافقات السياسية التي نحتاجها لتعديل الدستور كما يرى البعض بأن الدستور يحتاج إلى تعديل كم من التوافقات السياسية التي نحتاجها حتى يطبق الدستور بطريقة صحيحة كم من التوافقات السياسية التي نحتاجها حتى نحاسب من يخالف الدستور هذا مستحيل يكون في ظل عقلية شمولية تدير الدولة بعقلية المعارضة ومن المستحيل أن يطبق هذا الكلام بوجود عقلية تدير البلد بعقلية السطوة والسلطة والتمسك بالدولة والعودة إلى الحكم والأغلبية السياسية هذا الكلام ما يمشي فلذلك حتى نطلع من دوامة الوقت دوامة الصراعات دوامة التوافقات السياسية ما نطلع بها بالأغلبية السياسية لأنه إحنا لم نوطد الثقة ما بين الكتل السياسية وما بين طبقات المجتمع حتى نسالف بالأغلبية السياسية لذلك نحتاج إلى تسوية تاريخية التسوية التاريخية التي تصاغ بطريقة أنها تكون وثيقة ملزمة موازية للدستور اللي من خلالها منحتاج بعد إلى تشريعات لأنه مباشرة يتفق على بعض الآليات وبعض النقاط وتكتب ومن ثم نتجه إلى التطبيق لذلك تخشى بعض الكتل السياسية أن تكون هناك وثيقة تسوية لأن وثيقة التسوية ستكون على حساب المكتسبات الموجودة في الدستور والتي يراد لها أن تراجع وبسرعة حتى نطلع من عمق هذه الأزمة التي نحن فيها بالعودة إلى زيارة الحكيم إلى السليمانية نطالع بعض التصريحات نبدأ بأمين بكر يقول زيارة وفد التحالف الوطن السليمانية تأتي لمناقشة ملفاء التسوية السياسية لمرحلة ما بعد داعش والخلافات العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل ولم نناقش المشكلات الداخلية العالقة بين حركة تغيير والأحزاب الكردية الأخرى طبعا هذا الكلام يطرح سؤال منطقي إذا كانت التسوية السياسية والتاريخية تعاني الخلافات في داخل صف التحالف الوطني أو بمعنى آخر حتى نكون أقرب للواقع يعني خلافات التحالف الوطني هي أكثر أنواع الخلافات طغيانا على المشهد السياسي وهي أكثر أنواع الخلافات تأثيرا على المشهد العام في العراق صح لو مصح لأنه الأغلبية السياسية هم إدارة الدولة هم في داخل التحالف الوطني أي خلاف في داخل التحالف الوطني معناها مباشرة تنتقل الأزمة من الأرويق السياسية للشارع العراقي وأحداث البصرة والناصرية وكربل شاهدة وكذلك بغداد في المظاهرات واقتحام مجلس النواب ومجلس الوزراء شاهد آخر لذلك السؤال المطروح كيف يمكن أن تذهب بوساطة لحل مشكلة في داخل إقليم كردستان وإنت عندك مشكلة في داخل البيت الشيعي تحتاج إلى تسوية التيار الصدري ما يعتبر نفسه جزء من البيت الشيعي دولة القانون مع المجلس الأعلى عنده مشكلة حزب الدعوة في داخله شلون ممكن للسيد الحكيم أن يطرح حل للخلاف الكردي الكردي وهناك خلاف شيعي شيعي حاجة جدا في داخل هذا البيت لذلك يعني في الفقرة الأخيرة لم تناقش هذه المشكلات لأنه أنت أصلا داخل بيتك عندك مشكلة شون تحل مشكلة الجيران نشوف تصريح اللي بعد صلاح العرباء والقيادي في المجلس الأعلى الحكيم دعا إلى حوار بين أربيل والسليمانية لتصفير المشاكل وحلها بين القيادات الكردية عن طريق التنازلات المشتركة بينهما طبعا الخلاف ما بين أربيل والسليمانية وخلينا نتكلم عن البارتي واليكتي يعني الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لديهم من الأدوات والمشتركات ما يسهل حل المشكلات بينهما وهذا سمعناه من خلال الكثير ولكن وين المشكلة؟ المشكلة بقوران في تصميمه على الحديث عن السيد البارزاني وعن طرلمان أقليم كردستان لذلك يعني من خلال استقرائي لهذا الموضوع مراجعتي لقيت أن العلاقة ما بين السليمانية وأربيل محلولة أقصد ما بين البارتي واليكتي محلولة مشتركات كثيرة والنقاط التقاء واسعة جدا ما بين الطرفين يبقى الطرف الآخر ربما يكون خارج المعادلة فيما بعد بعد توافقات عدة ربما يفرضها علينا المشهد السياسي النائب عرفات كرم عضو الحزب الديمقراطي يقول الرئيس البارزاني رفض بشدة مشروع الأغلبية السياسية رد السيدة البارزاني مباشرة على دولة القانون عادا الهدف من وراء طرح مشروع الأغلبية هو محاولة لتكوين دولة طائفية في العراق يحكمها مكون واحد فقط فكرة الأغلبية السياسية سنوات من إدارة السيد المالك للسلطة شعروا بخطورة مبدأ الأغلبية السياسية على إدارة الدولة والكرد شعر أكثر بهذا الموضوع مع السنة بعد أن شرع قانون الحشد وفق مبدأ الأغلبية السياسية عجبك ما عجبك ما عجبك روح وما تريد تروح روح مريدين بوفير لكن هذا مفهوم الأغلبية السياسية العراق لا يملك مو العراق راح أتكلم عن الطبق السياسية العراق أسمى وأجل من هذه التحديات وهذه الاختلافات ولكن الطبق السياسية في العراق لا تملك الرؤية السياسية ولا تملك الثقافة والنضج السياسي التي يجعلها تنفرد في إدارة الدولة لأنه لما تنفرد إلى إدارة الدولة ما راح تروح تنفرد بمصالح العراق العليا ولا تروح تنفرد بأن يكون العراق في المراكز الأولى في مكافحة الفساد ولا يكون الجواز العراقي رقم واحد والمواطن العراقي مكرم معزز يفتر بين الدول ولا تكون علاقات العراق الخارجية علاقات متينة ولا يعود العراق عنصرا فاعلا في الساحة الإقليمية والدولية وليس ملعبا للقوى الإقليمية والدولية الأغلبية السياسية بالعراق بالحالة العراقية الآن معناها تفرد معناها ديكتاتورية معناها سلب ونهب معناها زيادة أرصدة معناها انتهاء الاحتياطي البنكي النقدي للعراق معناها تضخم أموال ومعناها ومعناها اللي دنعيش بالعراق الآن حاليا في كل تصنيفات النزاهة والشفافية والرقي والعراق في المراتب الأخيرة هذا بسبب حكم الأغلبية السياسية بهذا المنهج المتفرد لكن لما يكون عندنا نضج والناس واعية بإدارة المرحلة وتفرز طبقة سياسية عبر صندوق وانتخابات حقيقية روح سوي أغلبية سياسية وما حد يقول لك أنت ورايح مثل صاحبنا ترامب اللي راح يتحدى القضاء وتحدى التوجهات وراح يلعب خشن في المرحلة المقبلة لكون أنه منتخب وله صلاحية التعامل مع كل هذه الملفات نشوف تصريح سامي الجزاني عن أيضا عن المجلس العلى وجود إدارتين داخل أقليم كردستان يعد مؤشرا على أن الأقليم بعيد عن موضوع الانفصال ويشهد حالة عدم استقرار داخلي وهناك أصوات تنادي بإعادة ترتيب المشهد داخل كردستان لا يمكن التعويل على أنه يعني والله لأنه البارتي واليكتي مختلفين فلا تخافوا لماكن في صلاح الشعب الكردي متفق على شيء ولكن ربما مختلف على أشياء أتكلم عن القيادات السياسية يختلفون على الإدارة المرحلة ويختلفون في موضوع التحالفات ويختلفون ويختلفون ولكن يتفقون على حق تقرير المصير وهو الحق الأزل الاستراتيجي الذي يسعى إليه الكرد فيعني ما ينبغي التعويل على مستقبل جغرافية العراق والله لأنه أكو خلاف بين أربيل السليمانية أكو شارع في داخل أربيل والسليمانية هاوي لفكرة الانفصال حق تقرير المصير يعني هو عبارة عن خطوة هذه الخطوة هي عبارة عن الإرادة الدولية هذه الإرادة الدولية إذا توفرت الجماعة راحين إلى حق تقرير المصير والي روح الأربيل أو السليمانية يدرك مثل هذه الثقافة الموجودة بعد تجربة فشل في إدارة الدولة ويبقى الطرف الكردي عنصر فاعل في المعادلة العراقية بدل أن ندفعه نحو الانفصال النائب أشواق الجاف عن التحالف الكردستاني الأطراف الكردية تفقت على تشكيل وفد لزيارة بغدال لمناقشة استقلال أقليم كردستان والاستفتاء عليه والوفد سيضم جميع الأحزاب الكردية بما فيها حركة تغيير هذه الفكرة هي عبارة عن ورقة أخيرة مثل ما قال البارحة الدكتور خسرو بأن الكرد يفكرون بالاستقلال أكو قبلها خطوة ممكن نفتح حوارات ممكن نناقش طبيعة العلاقة ما بين بغداد وأربيل ونطبق نموذج الكون فدرالية نبتعد أكثر في الصلاحيات عن الفدرالية بحيث يستقل في إدارة الموارد وإدارة الدولة وإلى آخره مثل نموذج دولة الإمارات ويجربون أيضا فيما بعد يعني الإرادة الدولية اللي هي الخطوة اللي تفصل عن استقلال كل هذه ما نفعت نحن نروح إلى موضوع الاستقلال لذلك العبء يقع على القيادات السياسية في بغداد التي هي يعني تلوي ذراع أقليم كردستان وعدم إدراكها وحرصها على مصلحة العراق الرغم بأنه هو يزايد بوحدة العراق حتى الأنبار ما تسوي أقليم لكن بالمقابل هو يدفع أقليم كردستان إلى الانفصال في ازدواجية في التعامل مع هذه المواقف نختم بتصريحتي للنجيفي الذي يقول بأن زيارة وفد التحالف الوطني لأربيل وبحثه مستقبل الأقليم كردستان تفتح الباب لباحث وضع المناطق السنية في مرحلة ما بعد داعش مع مراعاة المتغيرات الدولية هنانا ربما أستاذ أثيل النجيفي قريب إلى هذا المشهد وربما سمع من الكرد في حوارهم مع وفد التحالف الوطني بأننا سنذهب إلى تعامل مع متغيرات دولية ربما تفرض فكرة الأقاليم أقاليم المحافظات طبعا إذا من حلت موضوع الصلاحيات الإدارية الواسعة فربما الكرد يدفعون بغداد للقبول بمبدأ الكونفدرالية طبعا فقط أشير أن الصور التي عرضت في بداية الحلقة عن لقاءات السيد الحكيم بالقوى السياسية في أربيل والسليمانية الناظر إلها والمدقق يجد بأن جناح المالكي في داخل التحالف الوطني غير موجود في وفد السيد عمار الحكيم ولذلك مؤشرات كثيرة تحتاج إلى نقاش واستقراء ولكن بعد هذا الفصل أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام مرحب بضيفنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل الأستاذ عثمان طاها المحلل السياسي والباحث في الشأن العراقي وشأن أقريم كردستان أهلا بك أستاذ عثمان في ساعة حدث على قناة الفلوجة كيف تابعت زيارة السيد الحكيم إلى السليمانية بعد أن غادر أربيل هل تعتقد أن هناك ربما انفراجة في طبيعة الحوارات ما بين الطرفين تحياتي إلى مشاهدي قناة الفلوجة أنا أرى أن زيارة عمار الحكيم تحمل في طياتها أسس ومعايير إيجابية لإفراج أو لتقارب وجهات النظر بين القيادات الكردية والقيادات العراقية من جهة أخرى وأخذ بنظر الاعتبار المطالب الكردية الأخيرة بوضع حق التقرير المصير للشعب الكردي كحق مشروع للشعب الكردي في العراق خاصة أن المنطقة والشرق الأوسط يشهد تغيرات فيما بعد إنهاء تواجد داعش في المنطقة طيب هل تعتقد بأن وفد التحالف الوطني يعني تعامل مع فكرة حق تقرير المصير بسهولة بمعنى أن حق تقرير المصير هو الخيار البديل وبالتالي التحالف الوطني سيكون مجبرا على التعامل مع المطالب الكردية لأنه البديل عن المطالب الكردية أو عدم تلبية المطالب الكردية هو حق تقرير المصير نحن تلمسنا كشارة الكردستاني هنا في أقليم كردستان بعد زيارة وفد التحالف الوطني إن القيادات الكردية تحدث عن حق التقرير للمصير كأول مرة دون خجل كما صرح به أحد القيادات الكردية في خلال مؤتمر صحفي وإنه قد تم استماع إلى هذا الرأي بإيجابية من قبل وفد التحالف الوطني لأول مرة المشار إليه في أحد الحديث لأحد القيادين في أقليم كردستان حيث قال إن التحالف الوطني استمع إلى هذا المطلب دون وضع الأصابع كما في السابق في هذا أستاذ هل ما سمعه الحكيم في زيارته إلى أربيل هو نفسا لي سمعه في السليمانية أم تعتقد أن هناك فرق في طروحات المنطقتين يعني السليمانية تتكلم بمنطق يختلف عن المنطق التي تتكلم بأربيل كما هو معلوم في شارع الكردستاني في السابق هناك اختلاف وجهات النظر أما في هذه المرحلة أو في خلال استقبال الوفد التحالف الوطني من قبل القيادات السياسية في أقليم كردستان قد سمع النبرة واحدة المطالبة بحق التقرير للمصير خاصة أن قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني قد وضع حق التقرير المصير في شعاره المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني نفسه قد أسمع قيادة التحالف الوطني هذه الإشارة بأن الشعب الكردي له حق في تقرير مصيره لكن هناك حديث عن مطالب أخرى يعني ما طرح في الحوارات أن هناك حديث عن مطالب كردية هذه المطالب الكردية إذا لم تتحقق نحن نذهب إلى الانفصال ممكن تلخص لي شنو هاي المطالب الكردية اللي يسمعها وهل أيضا سمعت من أربيل وسليمانيا في وقت واحد أود تأكد على شيء شيء إن القيادة الكردية كان بإمكانه وضع جدار فاصل بينه وبين العراق إبانة انتفاضة 1991 حيث تم تحريض كافة المناطق الكردستانية لكن إيمانا من القيادة الكردية بتلاحن في العراق وبناء العراق ديمقراطي فدرالي على أساس دستوري وشارك الكرد بشكل فعال في وضع الدستور العراقي إيمانا منه بأن العراق يبنى على الدستور ولا بد للعراق في هذه المرحلة التحكم إلى الدستور الموجود أصلا ومتفق عليه في السابق وأن التحكم إلى الدستور قد يساهم في بقاء العراق كجزء واحد وأن عدم تنفيذ بنود الدستور خاصة هناك مواد دستورية لم يتم تنفيذه في العراق وعدم احتساب الكرد كشريك في العراق وأخذ النظر إلى الكرد كمواطن قد يكون صحيحاً من مواطن كدرجة ثانية في العراق وكذلك الإجراءات التحصفية التي اتخذت في الحكومة العراقية في الآمنة الأخيرة في قطع ميزانية الأقليم قد دفع الكرد للتحدث إلى تحدث بنبرة انفصالية نعم ولكن نحن نتكلم عن حق تقرير المصير نتكلم به سليمانية وأربيل واتكلمت أيضاً سليمانية وأربيل بالتأكيد عن تطبيق الدستور ولكن كيف دار الحديث برأيك عن موضوع التسوية التاريخية أو طروحات سيد الحكيم في موضوع وثيقة تسوية لحل المشكلات يعني هناك رأي بأن أربيل لم تتفاعل مع موضوعة التسوية فهل السليمانية أيضاً اليوم لم تتفاعل ولم يجد قبولاً إيجابياً سيد عمار الحكيم في موضوع التسوية التحديدة أنا قد أختلف عنك لأن ما سمعته خلال مؤتمر الصحفي لأكثرية القيادات الكردية ثمت نقاط مشتركة بين ما حمله سيد عمار الحكيم في أربيل والسليمانية وتروحات الكردية المقابلة لكن ثمت خلافات لم يتم التطرق إليها خلال المؤتمر الصحفي لقيادات الكردية وأمار الحكيم في أربيل نعم هناك نقاط خلاف قد يحتاج إلى فترة زمنية والحوارات متتالية واستمرار في خوض المناقشات كي يتم تسوية كافة المجالات أو كافة المقابلة التلافية بين أبيل وبغداد تروحات التسوية في موضوعة أن ينبغي أن تكون هناك تسوية تاريخية ومبادل التسوية هل القيادة الكردية ترغب بحصول تسوية تاريخية ما بين الشركاء أم تعتقد بأن الدستور يغني عن التسوية وتطبيق الدستور يكفي الأحزاب السياسية موضوعة التسوية هذا السؤال الجوهري الآن المطروح إن الشارع الكردي والرأي العام الكردي والنخبة الكردية يرى في تطبيق بنود الدستور كافة بنود الدستور خاصة مادة 140 من الدستور قد يكون وافيا لإيجاد حلول مرضية لكافة الأطراف وما حمله السيد عمار الحكيم من الآراء قد يكون آراء جانب واحد من جانب الشعب العراقي عليه استماء إلى آراء ومقترحات كافة المكونات الشعب العراقي بما فيه المكون السني والمكون الكردي وكافة المطالب التي قد يضع الكرد في مخلتها كي يتم تحقيقها في الأراء أستاذ أثمان كأنه أفهم بأنه جنابك تختزل المشكلة كلتها بالمادة 140 في مشكلة الملاطق المتنازع عليها هناك أكثر من المشكلة ما بين أربيل وبغداد أو ما بين أقريم كردستان وبغداد تحتاج إلى حلول فهل الدستور يضمن حلول هذه المشكلات أم نحتاج إلى تسوية للتفاهم حول هذه المشكلات نعم هناك حاجة ملحة للتفاهم والتشاور في حل كافة المشاكل المتعلقة بين أربيل وبغداد هناك أكثر من مشكلة عالقة فيما بين الجانبين بالضبط فالسؤال لحل هذه المشكلات حتى نستثمر هذه النقطة لحل هذه المشكلات هل نحل هذه المشكلات العالقة المتراكمة وفق الدستور أم نحلها وفق تسوية تاريخية تكتب ما بين الأطراف المختلفة قد يكون هناك حلول مترتبة على تنفيذ بنود الدستور أو هناك مشاكل تاريخية متراكمة يحتاج إلى حوار والتفاهم السياسي بين القيادة الكردية وقيادات العراقية وفق الدستور أو وفق تسوية؟ وفق بعض الفقرات موجودة أصلا في الدستور وهناك فقرات بحاجة إلى التسوية وعلى القيادات العراقية إبتعاد عن فكرة الأكثرية في العراق والاستماع إلى كافة المكونات بما فيها مكونات التي تحمل مقاعد البرلمانية أقل مما كثير من أطراف العراقية أستاذ عثمان إذا افترضت بأنه سيد عمار الحكيم رايح إلى أربيل ورايح إلى السليمانية حتى يسوق فكرة التسوية التاريخية وضرورة التسوية للمرحلة المقبلة مرحلة ما بعد داعش هل نعتبر زيارة سيد عمار الحكيم سؤال البارحة هل تعتبر زيارة سيد عمار الحكيم إلى أقليم كردستان لطرح التسوية وتسويق التسوية هل هي زيارة فاشلة أم زيارة ناجحة أنا أتصور أن أي حوار أو أي تفاهم بين أي أطراف عراقية يثمر النتائج لكن على الجانب الذي يحمل أي مبادرة للتسوية أن يسمع إلى أطراف أخرى ومكونات أخرى من الشعب العراقي كي يتم مشروع التسوية شكلها الكامل ويجب الاستماع إلى آراء كافة المكونات ويطعم مطالب المكونات مع فكرة التسوية واستماع إلى المقابل كي يتم كي ينجز طيب راح أفترض الآتي يثمر التسوية أستاذ عثمان السنة قاعدة وكتبوا ورقة ورقة تسوية خاصة بهم ومحاولات للتحالف الوطني الشيعي أن يكتب ورقة هو أيضا ويتفق على ورقة إلى أي درجة طبيعة الخلاف ما بين السليمانية وأربيل تمنع كتابة ورقة مشتركة لصوغ الرؤية الكردية في موضوعة التسوية لا أتصور ثم خلافات عميقة بين القيادات الكردية بالنسبة لمسائل القومية خاصة حق التقرير المصير وبإمكان تجنب الخلافات الموجودة بين القيادات الكردستانية وخوض في مناقشات وحوار يساعد في حلحلة المشاكل لا لكن الخلاف ما بين أربيل والسليمانية ما يقتصر على فكرة تقرير المصير يعني السليمانية قريبة للسيد المالكي وأربيل بعيدة عن السيد المالكي قريبة لسيد العبادي وبالتالي هناك يعني فجوة سياسية في آلية التعامل مع بغداد في آلية التعامل مع يعني القضايا العالقة مع بغداد وأقليم كردستان السليمانية تعتقد بأن القضايا مع بغداد تحل من بوابة السيد المالكي لكونه ربما هو رئيس الوزراء القادم للعراق وأربيل تتفاهم مع السنة وتتفاهم مع العبادي بشكل آخر يختلف عن السليمانية وبالتالي ما حد يقدر يتفق على ورقة وحدة إنه كل واحد ينظر للمشكلة من ساوية مختلفة لا أتصور كما لاحظت خلال لقاء القيادات الكردية في أربيل خلال اجتماعهم مع السيد المالكي ثمة خلافات عميقة بين القيادات الكردية بخصوص بعض المسائل خاصة مسائل قومية نحن لا نتكلم عن مساء القومية أستاذ أثمان أرجو بأنه لا يقتصر الخلاف وحل المشكلة الكردية فقط بالانفصال يعني هناك قضايا تعلق بالمادة 140 تتعلق باستحصال المزيد من الصلاحيات للتعامل أو للعلاقة ما بين بغداد وقليم كردستان هناك حديث عن النفط في كاركوك هناك حديث عن رواتب البيشمرقة يعني كلها يعادل نظر بيها الموضوع ما مختصر فقط على الانفصال أو عدم الانفصال لا أتصور ثمة خلافات أو فجوات واسعة بين القيادات الكردية لكافة المطالب الشعب الكردي خاصة التعامل مع بغداد وحلحلة المشاكل وثمة شبع إجمع للتقارب وحل المشاكل عن طريق الحوار بين أربيل وبغداد والتفاوض في كافة النقاط الخلافية ولكن قد يكون هناك وجهة نظر في آلية حل هذه المسائل أو كيفية التعامل أو كيفية وضع آلية حلات هذه المسائل بمعنى أن آلية اليكتي في التعامل مع مثل هذه الخلافات تختلف عن آلية البارتي وبالتالي لا يمكن صوغ ورقة واحدة لتطرح على التحالف الوطني تمثل رؤية الكرد للتسوية التاريخية قد لا أختلف عنك في ذلك تمثل أفكار أو مبادئ يعمل عليها اتحاد الوطني الكردستاني لتعامل مع ملف العلاقة بين أربيل وبغداد وكذلك للحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل وجهة نظره الخاص لتعامل مع هذه المسائل وأتصور هناك حوار لإيجاد آلية للتعامل وخطاب واحد للتفاوض مع القيادات العراقية كيف فسرت غياب تمثيل جناح المالكي رئيس الوزراء السابق نائب رئيس الجمهورية الحالي عن وفد السيد عمار الحكيم إلى أقليم كردستان إن وفد التحالف الوطني مثلك أكثرية التيارات الشيعية وإنما سمعنا خلال المؤتمر الصحفي للسيد العلاق وكذلك المشاركين أو أعضاء الوفد المشاركة إن الرأي مأخوذ من الشارع الشيعي بأكثرية الشارع الشيعي وإن الورقة المعدة قد يكون هناك شبع اتفاق أو شبع التفاهم بين التيارات الشيعية لتعامل مع الملف وتم تحديد نقاط خلافية محددة بين الشيعة وبين الكرد ويحاول الشارع الشيعي حل هذه المسائل بكافة إمكاناته يعني إحنا من نتكلم عن فقط أيضا دولة القانون أو جناح المالكي في دولة القانون لأنه جناح العبادي في دولة القانون مثل على العلاق وبالإضافة للمجلس الأعلى ولكن ماذا عن التيار الصدري أيضا لم يمثل في وفد التحالف الوطني ماذا عن جناح المالكي أيضا لم يمثل في هذا الوفد إلى أي درجة هذا يعطي انطباع بأن التسوية ونحن نناقش التسوية والحاجة إلى التسوية غير متفق عليها في داخل المكون الشيعي قد هناك اختلاف في وجهات النظر في الشارع الشيعي أيضا كما هو موجود في شارع الكردي لتعامل مع هذا الموضوع أو مع النقاط الخلافية بين أربيل وبغداد وبين القيادات الكردية والقيادات العراقية قد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر وبإمكان حل حلة هذه الخلافات أو اقتراب وجهات النظر فيما بينهم كمكون الشيعي أو التحالف الوطني بكافة مكوناته وأن التسوية السيد عمار الحكيم لا يكون متكاملا إذا ما يحمل آراء كافة المكونات الشيعية خلينا نقول لك هذا التصريح اللي وردني الآن أستاذ عثمان طاهة نقلا عن المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى يقول لدى الكرد مشاكل حقيقية وواقعية لابد أن تحل مع بغداد أليس ذلك يعني يعد انتكاسة لمفهوم التسوية وأن المشاكل ما بين بغداد وأربيل هي أعقد من أن تصاغ في تسوية أو مصالحة بشكل ما لا نخفي أن المشاكل الموجودة بين أربيل وغداد مشاكل متراكمة منذ تولي كابينات الوزارية متعاقبة بدءا بكابينات السيد المالكي وبعد ذلك كابينات السيد عبادي تمت مشاكل عالقة فعلا وزادت الطينوبلة عندما تم قطع ميزانية الأقليم من قبل بغداد وقد يكون هناك شبه انقطاع بين بغداد وأربيل وعدم وجود اتصال مباشر أو اتصال بين أربيل وبغداد وهناك كثير من المشاكل بحاجة إلى حوار مستمر بين الجانبين وخاصة القضايا الخاصة بالميزانية طبيعة الحوارات التي تحدث بها السيد البارزاني تحديدا مع وفد التحالف الوطني هل حمل السيد البارزاني رسالة تمثل إلى حد ما رسالة المكون السني بمعنى إذا كنا نتحدث عن كونفدرالية إلى أربيل إلى أي درجة أيضا نتحدث عن كونفدرالية في المناطق السنية يبدو أننا فقد الاتصال بالأستاذ عثمان طاها يعني التصور الآن الذي يمكن أن نخرج به من خلال ما حاورنا بها الأستاذ عثمان طاها أن الكرد لا يبحثون عن تسوية بقدر ما يقولون بأن عندنا خلافات مع بغداد نحتاج إلى حلها من خلال رئيس الوزراء العبادي والدستور ربما يغنينا هذه النقطة النقطة الأخرى طبيعة المشاكل ما بين أطراف العملية السياسية في إقليم كردستان إلى أي درجة تعيق أن يكتب الطرف الكردي ورقة تسوية أو خارطة طريق للتعامل مع بغداد يعني بالأمس كنا أمام خارطة طريق قد قيلت في البرنامج كونفدرالية ويعادة رسم طريقة إدارة الدولة أو منهج إدارة الدولة طبعا هذا المطلب سني كردي بشكل أو بآخر ذلك أنا سألت الضيف قبل أن ينقطع الاتصال عن إذا ما كان السيد البارزاني قد تحدث باسم المكون على اتحال نشكر الأستاذ عثمان طاها الكاتب والمحلل السياسي كان ضيفا معنا من أربيل مباشرة وأعتذر إليه على الانقطاع الحاصل بسبب الصوت وننتظر أن يعني يتفاعل الموضوع أكثر في سياقه السياسي وفي سياقه الإعلامي لأنه الآن الزيارة لازالت قائمة وبالتأكيد ستكون لها مخرجات تتضح في الأيام المقبلة لا سيما بالتأكيد نحن نهتم بموضوع التحالفات يعني صح نقشة التسوية وعراق ما بعد داعش وإلى غيره من هذه الملفات المهمة ولكن إلى أي درجة مثل هذه العلاقات أيضا ترسم ملامح تحالف مستقبلي بالإمكان أن يشكل خارطة سياسية أو قبلها طبعا خارطة انتخابية تتهيأ لتحالفات ما وبالتالي احنا في نهاية هذه الزيارة سألنا السادة المشاهدين إلى كيف تقيم زيارة الحكيم إلى أقليم كردستان ولقائه بقيادات أربيل والسليمانية فوجدنا أن 17% يعتقدون أنها زيارة ناجحة 83% يعتقدون أنها زيارة فاشلة وبالتالي طبعا هذا معناه بأن ما أريد له أن يناقش لم يتحقق وربما استمعوا إلى رأي القيادة الكردية فلم يجدوا ما يريدون أن يسمعوه في قيادة التحالف الوطني نلتقي غدا بإذن الله أيضا استكمالا للملف السياسي وتطوراته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة